ما هي سنن وآداب يوم العيدين أولا يسن الغسل للعيدين هذا مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنبلة قالوا الغسل لصلاة العيدين سنة وهو قول عند الملكية بل وهناك من حكى الإجماع على ذلك استدلوا بما رواه مالك الموطأ وعبد الرزاق في مصنفه وصححه الإمام النوي رحم الله الجميع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو أي قبل أن يخرج إلى المصلع وهذا يوم يجتمع فيه الناس فيسن فيه الغسل والنظافة والطهارة والتطيب كصلة الجمعة فمن المستحب أيضاً يستحب التطيب في يوم العيد هذا أيضاً باتفاق المذاهب الفقية الأربعة وذلك لأنه يوم كما ذكر يجتمع فيه الناس والأولى أن يكون المؤمن في زينة طيبة وفي رائحة طيبة بل ويستحب أيضاً أن يخرج المسلم لصلاة العيد في أجمل ما عنده من الثياب وهذا أيضاً باتفاق المذاهب الفقية الأربعة واستدلوا بقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وما رأى البخاري ومسلم من حديث عمر عبد الخطاب رضي الله عنه أنه رأى عطارداً التميمي رأى عطارداً التميمي يبيع حلة من ديباش يعني من حرير فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت عطارداً التميمية يبيع حلة من ديباش يعني من حرير فلو اشتريتها فلبستها للوفود وللعيد وللجمعة يعني هل اشتريت هذه الحلة الحريرية الجميلة الفخمة من عطارد لتلبسها في يوم يقبل عليك فيه الوفود لإعلان إسلامهم ولتلبسها في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فأنتم تعلمون أن الحرير محرم على رجال الأمة وحلال لنسائها وكذلك الذهب فالحديث وجه الاستشهاد به هنا أنه يدل على أن التجمل للعيد وللجمعة والاستقبال الوفود كان أمرا معتادا كان أمرا معتادا وعن نافع أن ابن عمر كان يلبس في العدين أحسن ثيابه والأثر والبيهقي وصحح إسناده الحافظ بن رجب كان عبد الله بن عمر يلبس في العدين أحسن ثيابه رضي الله عنه